في ذات الشأن تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بالوقوف إلى جانب الرئيس الأوكراني فولدمير زلنسكي قيلة إنها ستعمل على انضمام أوكرانيا للإتحاد الأوروبي وضفت فوندرلاين أن تلك الإجراءات عادة ما تستغرق سنوات لأن أوكرانيا فعلت ذلك في غضون أسبوع أو أسبوعين طالبتان المضيق دمان في هذا الأمر من جانبه أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بورل ثقته في أن دول الاتحاد الأوروبي ستوافق قريبا على مقترحه بتزويد أوكرانيا بنحو 500 مليون يورو لدعم الجيش الأوكراني